اهلا بحضراتكم من جديد جديد عندك يعني حالا في اللحظات اللي بكلم فيها معك دولة محمد في محاضرة داخل غرف الملابس مع الجهاز الفني مستر ريكارد سوارش بشرح اللعبين طريقة اللعب الهواجي بقى فاركو واهم مفاتيح اللعب عندهم ده بيتم من خلال محاضرة فيديو ولحظاته هيكون الفريق في الملعب بتأديل مرانو الختامي زي ما قلنا كان في بعض الاخبار المفرحة بقى محمد يعني فيما يخص الاصابات يمكن اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبدالر جهاز الطبي للنادي الاهلي اكد لي ان احمد عبدالقادر بيعاني من شدة في العضلة الخلفية وان شاء الله خلال عشر ايام هيكون موجود في التدريبات الجامعية للفريق كمان صلاح محسن بيعاني من اجهات بسيط في العضلة الخلفية ايضا وبيقضي بعض التدريبات الاستشفائية وفور الانتهاء منها هيكون برضو ان شاء الله متواجد مع الفريق كمان عدو طمنا كل جامعية النادي الاهلي على حسين الشاحات اللي اجرى يعني جراحة في الرجبة ناجحة الحمد والله هو خلال ايام هيكون رجع من قطر باذن الله وهو دلوقتي حاليا في قطر بيؤدي بعض التدريبات وبعض من فقرات البسيطة من برنامجه الاستشفائي والعلاجي وان شاء الله فور عودته للقاهرة هيكمل بقية البرنامج وخلال ثلاث اسابيع هيكون باذن الله زي ما نقول بنطمن كل جامعية النادي الاهلي هيكون بيجري حوالين الملعب باذن الله ومع استمرار برنامجه العلاجي ان شاء الله هيبقى الدفع به تدريجيا في تدريبات الفريق يمكن هنا يمكن درجة الحرق عالية شوية لكن طبعا تعليمات مستر ريكاردو سوارش على طول برش الملعب قبل بداية التمرينات لحظات محمد هكون مران الفريق باذن الله معنا مع كل دعواتنا ان شاء الله بالتوفيق ومباراة الغد باذن الله مباراة الاهل وفارقة محمد هل في محاضرة تمت قبل التدريب يا توفيق المحاضرة بدأت امدى وهل سوارش بيحب بيقعد فترة في المحاضرة ولا دايما بيبقى الشغل العامل اكتر في الملعب محمد هو المدير الفني ريكاردو سوارش بيشتغل دايما على الاتجاهين يمكن انبارح بالامس في تمرين الامس كان طبعا موجود بنفسه في الملعب بيعمل بعض الخطوط الاضافية اضافة لخطوط الملعب لتنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتكية في الملعب وكمان كان فيه قبل التدريب محاضرة نظرية في الملعب النهاردة بتبقى دايما قبل المباراة بيوم بيبقى محاضرة الفيديو في غرفة المحاضرات بيتكلم فيها طبعا عن الفريق المنافس لفريق النادي الاهلي من خلال الجهاز والمعاون اللي بيحلل كل الفرق اللي بيقابلها النادي الاهلي وكمان بيحلل اداء فريق النادي الاهلي وبيتم بعد كده نقل التدريبات زي ما نقول يعني ده ببقى الجزء النظري في غرفة المحاضرات بيتم نقلت بعد كده في الملعب وفيه تدريبات معينة فيه لعبة بيتم تكلفها فيه بجمع المعانا لكن زي ما تشاف محمد يمكن الراجل برضو مش قادر يقوم بشغله على أكمل وجه نظره طبعا لحالة الإجهاد وتلحم المباريات وكمان طبعا يعني الإصابات اللي بناده وربنا إن شاء الله يعني يجنب كل لعبة النادي لأهل الإصابات في هذه الفترة الحارجة وإن شاء الله اللعبة المصابة كمان تكون في قارة فرصة مع الفريق بإذن الله محمد بإذن الله زي مننا محمد توفي بوفد قناة الآلم الملعب التتش بجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات بخصوص الدخول في معسكر غدا استعدادا لمباراة فرق أو معسكر اليوم بعد مران النهاردة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقر الترند الأهلي والجديد وأخبار الأهلي اللي موجودة من خلال السوشيال ميديا